بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة طريق الاشتقاق العددي والتكامل العددي إذن سأعرف أولا ماذا يعني بالاشتقاق العددي وكيف أثبتت الحاجة لوجود مثل هذا النوع من الاشتقاقات أولا سأعرف أولا ماذا يعني بالاشتقاق والتكامل العددي سنقوم في هذا الفصل بمعالجة موضوعي الاشتقاق والتكامل العددان اللذان يشغلان حيزاً كبيراً من اهتمام المهندسين والباحثين في العلوم التجربية الاشتقاق العددي غالباً ما يتعرض مهندس في حل بعض المسائل التطبيقية لإيجاد مشتقة الدالة F-X إذن يريد أن يحسب قيمة المشتق فيلجأ إلى حسابة المشتق من أجل قيم المتحول X بواسطة الطرق المعروفة في التحليل الرياضي وتظهر الصعوبة في حساب المشتق إذا كانت الصيغة التحليلية للدالة معقدة جداً يعني إذا أجلوا عند واحد مهندس بعد عشر سنين مما يتخرج وعطوه دالة معقدة مثلاً فيها ساينو كوساينو إي أس ونسي القواعد فماذا يفعل وبالتالي لابد أن يلجأ إلى الطرق العددية أو أعطوه دالة من هذا الشكل ألول عن لتكن لدي للدالة التالية X0, X1, X2, XLN, YN اشتقل لهذه الدالة عندها إذن سيرى صعوبة بالغة ولن يعرف أن يحل بالطرق التقليدي إذن لابد أن يكون دارس المهندس الاشتقاق العددي وبالتالي أو قد تبدو لنا عملية حساب المشتقة مستحيلة فيما إذا كانت الدالة معطاة بشكل جدولي كما شرحنا قبل قليل لذلك فإنه في مثل هذه الحالات نلجأ إلى الاشتقاق العددي ما هو أو ما هي الفكرة الاشتقاق العددي يعتمد على استبدال الدالة F بكثيرة حدود الاستفاء P ونحصل عندها إذن على المشتقة ال-B والتي تمثل قيمة تقريبية للمشتقة F ونقوم بنفس العملية إذا أردنا البحث عن المشتقات من مراتب أعلى يعني إذا أردنا أن نحسب المشتقة الثاني المشتقة الثالث إلى آخر لنشرح أكثر في الواقع إذا عندي الدالة Fx كتبت بالشكل التالي Fx يساوي PxZex حيث P كسير حدود الاستفاء وال-E الخطأ المرتكب في صيغة كسيرة الحدود الاستفاء باشتقاق هذه العلاقة كمرة متتالية طبعا ضمن الفرض أن ال-P وال-F وال-E كلهم قابل الاشتقاق كمرة فإنني أحصل على هذه العلاقة حيث أن ال-Pk دالة تقريبية للدالة Fk والخطأ المرتكب هو Ek الآن الذي يفرض نفسه أنه يفترض أنه عند استبدال Fx بكثيرة حدود أن الخطأ المرتكب E صغيرا ولكن هذا لا يؤدي بالضرورة أن تكون الخطأ E-Sk المشتق الخطأ أن يكون صغيرا أيضا يعني والله إذا كان الخطأ هنا كان الخطأ صغير فهنا ليس من الضرورة أن يكون الخطأ صغير قد يكون الخطأ كبيرا إن التطبيق العامل لهذه الطريقة يرينا أنه عند استخدام هذه الطريقة لحساب مشتقات من المرتكة ينتج لدينا خطأ كبيرا نسبيا وخاصة عند حساب مشتقات من المراتب العليا للدالة Fx الآن المشتقات العددية من أجل عقد متساوية البعد نحن أخذنا للعقد متساوية البعد كسيرتين حدود إما كسيرتين حدود الاستفاء الداخلي لنيوتون للفروق الأمامية أو للفروق الخلفية سنستخدم هنا كسيرت حدود نيوتون للفروق الأمامية هي التي درسناها في حالة العقد المتساوية البعد إذن فنقول بفرض أن عقد الاستفاء متساوية البعد عن بعضها البعض عند إذن لإيجاد مشتقات العددية Fx نستخدم كسيرت حدود الاستفاء الداخلي لنيوتون من أجل عقد متساوية البعد زائد الفروق المحدود فنجد طبعا هذه كسيرت حدود الاستفاء الداخلي لنيوتون للفروق الأمامية بشتقاقها مرات متتالية إذا اشتقنا حسب للمشتقة الأولى طبعا هنا الاشتقاق يكون بالنسبة لأيكس ولكن دالة أو في كاسية الحدود معطأ بالنسبة لأيس فاشتق بالاشتقاق الطموني اشتقل F بالنسبة لأيس ثم اشتقل S بالنسبة لأيكس فاحصل على المشتقة الأولى أكرر فاحصل على المشتقة الثانية وهكذا طبعا في حال الخاصة إذا كانaa x هي x0 فإن الـ S تساوي إلى الصفر إذن هذه حالة خاصة فإنني أحصل على الدساتير F فتحة بالـ X صفر والـ F فتحتين والـ F ثلاثة فتحة إذن هذه هي العلاقات التي تعطى المشتقات الأولى والتانية ببساطة فنأخذ مثال لنستعرض المثال التالي لتكون لديه الدالة التجربية التالية الآن المطلوب أوجد المشتقى الأولى ومشتقى الثانية والمشتقى الثالثة في الـ X تساوي الواحد طبعا إن هذه العلاقات التي أعطيناها قبل قدر هي فقط من أجل الـ X هي الـ X صفر إذن عندما الـ X تساوي الـ X صفر فعندي ثلاثة دساتير طبعا يمكن أن أسردها كما إذن هذه هي الدساتير الثلاث التي تعطي المشتقى في النقطة البداية اللي هي الـ X صفر الـ X صفر هنا هي الواحد إذن يريد أن تحسب لي المشتقى الأول والثاني والثالث الآن بكل بساطة بأروح بأقول له الحل أول شيء لنوجد جدول الفروق الأمامية طبعا نضع الدالة للتجربية هنا الفروق الأمامية بزمانه أنه هذا نائس هاد هذا نائس هاد هذا نائس هاد هذا نائس هاد فنحصل على الفرق الأمامي من الدرجة الأولى هذا نائس هاد هذا نائس هاد هذا نائس هاد الفرق الأمامي من الدرجة الثانية هذا نائس هاد الفرق الأمامي من الدرجة الثالثة طبعا أن الفروق الأمامية والفروق الخلفية له نفس الجدول إنما يهمني في الفروق الأمامية هو السطر الأول أما الفروق الخلفية فهو السطر الأخير إذا أوجدنا جدول الفروق الأمامية الآن نعوض في الدستور طبعا بتطبيقها الاش يحصل فرق أي عقدتين وتساوي إلى الواحد نعوض في العلاقات الاشتقاقية في العلاقة الاشتقاق الأولى عندي كل شيء هدول ثلاث قيم من الجدول والاش معروفة فنحصل على المشتقة الأولى أيضا هدول معروفات والاش أيضا من الجدول فنحصل على القيمة المشتقة الثانية وكذلك الأمر نحصل على قيمة المشتقة الثالثة